رسالة فوقية مفتوحة إلى رئيس الحكومة اللبنانية سيد تمام سلام ووزير الخارجية اللبناني سيد جبران بسير ومدير عام الأمن العام سيد عباس إبراهيم اليوم السبت 2 نيسان 2016 يوم الـ 21 على إدراضي عن الطعام ويوم الـ 197 على اختطافي من كبر خلاف الثورة الإيراني خلال تلبية دعوة رسمية من كبر نائبة الرئيس الإيراني لإلقاء مخابرة خلال مؤتمرها حول المرأة في طهران وقد أرثرت لي الدعوة والفيزا ولغاية تاريخه منذ اختطافي في 18 عيدو 2015 لم أتمكن من مقابلة أي محامة أو سفارة لبنان إنني مخطوف بغية مبادلتي لمحتجزين من بلاد أخرى إنني أكيد إنه لا يوجد أي جهاز أو جهة في لبنان تتجرع على اختطاف إيراني للمبادلة أرجو وأطلب من حضراتكم تحمل مسؤولياتكم والعمل على إنهاء هذه الحالة من اختطاف التي شبيهة إلى حد كبير لما حصل للإمام السيد موسى الصدر وما حصل للحرجاج اللبنانيين في أعزاز إنها مزيج من الحالتين لكن تجاهلكم الكامل لمسؤولياتكم كوني لبناني وكنت أردت بلعوة رسمية يدعو للإستغراض ولكنها تفسر لماذا لبنان يعاني ما يعانيه ربما لو كنت منتمي إلى حزب أو طيار سياسي في لبنان لكان تم تحريري منذ زمن كما حصل مع حجاجة أعزاز والطيارين الأتراك ربما تنتظرون هدامي أو ما شابه أو أن الخاطف يرفق بي بعض التهم شكرا للمسؤولين الثلاثة نزار زكا